اهلا وسهلا مرحبا بكم نهار الاربعة 11 اكتوبر مرحبا بكم تفرجوا في الجيل الجي مبادرة مناضرة معا شباب مشروع صنيع الرأي حلقة الجيل الجي نهارت لاربعة وليت ستة متع عشرية وحلقة واحدة اخرى نهارت لحد قبل بربع ساعة من حلقة زعمة ومن بعد ربع ساعة من حلقة زعمة اللي رجعت وتتفرجوا فيها كل نهارة حد تسعة متع الليل على كل القنوات الشركة كما الحوار التونسي التسعة تونسنا وتلفزة تيفي والاذعات الشركة الجمعية والإيفام الزيدة مع زمينا اليس الغربي نحن الجيل الجي تفرجوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة النهارت لاربعة الستة متع العشرية تبدلت كنت نهارت الجمع والليت نهارت لاربعة الستة متع العشرية على صفحة الزعمة والصفحة القنوات الشركة كما اللي سميتهم لكم وصفحة مبادرة مناضرة نحن الجيل الجي موجودين كيل عادة بالأخبار وبالشباب اللي كيل عادة موجود معايا اليوم معايا صفي الغابي أهلا وسهل عسليما صفي غابي ستة عشرين سنة بحثة في العلوم السياسية ناشتة في المجتمع المدني أصيلة مدينة القيروين مرحبا صفي ومايما أهلا وسهل عسليما ومايما فرشيشي طالبة بحثة في القانون العام أصيلت ولاية الكيف ناشتة في المجتمع المدني وعمري لحقيقة نستحفظ به الله الله عزيز نهلا وسهل عسليما 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 الناس كل عزيز الشابي بحثة في العلوم السياسية والقانون الدولي ستة وعشرين سنة وجمعة وأصيلة ولاية جمعة جميعا عصبهم بالطبع كل عام تحيب خير مرسي أنا مستنسب وجدي أنا اليوم معايجي هنا نضحها نبدل البلاسة لا مرحبا بي عيشة كيوسف مرحبا بيكم مرحبا بالشباب اللي منورينا شباب صنع الرأي والناس اللي يتفرجوا فينا على صفحة مبادرة مناظرة في حلقة جديدة من الجيل الجي خلينا الساعة قبل من تعرفوا على شنو عاملوا الشباب هكا في المدة الفيتة نذكروا بيه الموضوع الرئيسي لحلقة اليوم اللي هو دور الفن في الروقي بالمجتمع كما تشوفوا في اللفيش اللي خدمها زميلناك العادة الفنان مهدي الورغي إذا ارتقى الانسان صار فنان دونك بيش نحكيوا يعني بالتفاصيل على الموضوع هذي وخليونا التعليقاتم تاعكم هكا وقولونا هل يعني الفن بالحق كيفاش يرتقي بالانسان وخلينا نتعرفوا على الشابيبة شنو عاموا في البريود الفيتة هكا أنشتا تحويس شنو فمش جيد والله هنا اخر مرة شاركت مخرج من مبادرة مناظرة شاركت في النيتوركينج متاع إفانت متاع مناظرة وين تلمينا المشاركين والمشاركات الكل من صنع الرأي تناقشنا في عمنا إفاليواتيون للزعم الموسم الأول وزعم الموسم معناية وشنية تطلعاتنا للموسم الثاني الجيل الجاي اقترحنا مجموعة من المواضيع اللي بش نتناولوها ان شاء الله في زعم الجيل الجاي ولعبنا لغارو اوه صح عليكم انا معاجب لغارو معاك صفيزي معايا صفي وعزيز نغاتو عزيز هنا لنا جديدكم بشوية جديد ونقومنا بجلسة حوارية تفكيرية عندك برشة جديدة نبدأ بجديد لوليني اللي هو جلسة حوارية تفكيرية مع جمعية التحدي في إطار مبادرة كلم ذهب بالشراكة مع جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات وتناولنا قانون ثمانية وخمسين والتحدي يتمتعو الجديد الثاني هي تجربة جديدة ان شاء الله على المستوى الأكاديمي اللي هي التجيل في المرحلة الثالثة مرحلة الدكتورة الدكتورة صفي الغابي عندها جديد ما قلت عليها خليها جديد لك خليوا له هي عزيز قالوا لي قول باب شون قول باب شنوالي ماما باب روك باب روك باب روك باب روك صفي وان شاء الله يتربى وانا تتربى في عز يتربى يتربى وان شاء الله يتربى في عز يعني عندك جديد أنا جديد متاعي جاي من قيبس هزلتني كخلط بالمطلة جاي بالمظلة متاعي هاي لا كنت في مخيم المناخ في نسخة الثالثة هاي لا ما حطيها غادوا نضي النسخة الثالثة بتاع مخيم المناخ كان التمبو سبيسيال شفنا سنا برشة حاجات متع تغيرات مناخية في حياتنا اليومية في ديرنا في ليبيا في المغرب في برشة بلايس في العالم كنا مستنسيين بحاجات تو ما عادش يصيروا ففي الإطار هذي الكل حرك ستوب بلوشن في جيبس قام بالمخيم المناخ الثالثة بتاعه واللي تناول فيه العديد المواضيع اللي يهيئوا لتغيرات المناخية كما النمط الاستخراجي كما المسألة الزراعية والفلاحية والمسألة المتعلقة بالماكن كان فيما عديد الشركاء الفاعلين في المجتمع المدني التونسي اللي قدموا ديوركشوب الأكثر من مئتين شاب وشابة في نفس الوقت كان فيما الفن حاضر كان عندنا عروض متع أفلام ملتزمة اللي هي تناقش القضايا متع البيئة والمناخ دونك في الإطار هذي الكل صار هكا ربط ما بين الارتيفيزم اللي هو الفن لونجاجي كيفاش يوصل قضايا المناخ والجانب التكويني للشباب اللي هو ما بعد لك بشيكونوا مناظلية ومناظلات القضايا البيئية والمناخية في تونس وغير تونس نعطيكم الساحة ما نتفكر هل يحضر معهم الفنين يسر جرادي الفنين نبراس شمام يسر جرادي حضر في الفيستيفال الارتيستيك اللي هو صار مع الكامپ متع ستوبولوشن دونك نبراس شمام جاء وغالينا شوية غناه ملتزم كانت معنا حاضرة زادة فرقة العيساوية في قيبس شوية روحانيات فصار خلط ما بين العوامل الذية الكل وتعديه جمعة ياسر مزيانة ماستدعنيش عزيز ماستدعنيش روح عزيز لاستدعنا مراجعة ستوبولوشن استدعات العباد الكل اللي عمروا الفورميلير بعطنينا كنوا بايما ماستدعاش كنوا بايما هما كتيف تباركلا الوليد جعطيكم السحف الشان العامة ما تتبعوا برشا الأخبار زادة وفهم ما برشا أخبار مهمة من اللي لابسينو اليوم ظهرين الموضوع بتاعنا والأخبار بتاعنا الرئيسي اليوم الأخبار السلطور الرئيسي مش نحكيه بتبعه على اللي سار في فلسطين ثلاثة أيام هذوم ومزيل متواصل مش نحكيه عليه بأكثر دقة من بعد ذلك شوية ما نبدأ بالخبار الأول معه مايب لحقيقة الخبار اللي شد أنت به جمعة هذه هو طالب يقاضي ثلاث أساذة جامعيين من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وينتم استدعائهم للبحث أمام فرقة الأبحاث والتفتيش لحرص الوطني بتونس على خلفية تشكيل تقدم بها لتجانه هذا وادعى أنه تم حرمانه من شهادة الماجستير من نجم كان باعتباري معناها طالبة بحثة في كلية الحقوق والعلوم السياسية أولا نتضامن مع الأساذة المتاعي ثانيا نتسائل هل أنه الحق هل أنه الحصول على شهادة الماجستير هو حق أو الحق هو في التعليم ليس في النجاح منعرش أنتما شنية رأيكم في الموضوع هذا الحق أنا تبعت شوية معناها للموضوع هذي لكن يعني موقفش كان في الجامعة مثلا في كورية العلوم الاقتصادية والسياسية كهو صارت بلبلة كبيرة في السوشيال ميديا ووكا ما بين الشباب وطلبة على الموضوع هذي واللي بهتني شوية أنه الموضوع هذي والفوفعة هذي اللي تحلت يعني تسكرت بتليفون من رئيس الجمهورية هكو ليه صافي أوه أوه كذلك الرئيس قاية سعيد كلم وزيرة العدل وتم غلق ملف التتبع وإلغاء الاستدعاء ويعتبر أنه احترام استقلالية الجامعة التونسية مسألة مبدئية لذلك احنا نثمنوا اللي هي مسألة مبدئية استقلال الجامعة التونسية أما ما لازم نفرحوا على خاطرنا نعيشوا في دولة مؤسسات نعيشوا في دولة قانون ما نستنيوا واشتريفون بيش تتحل حاجة كيف هكا ما نستنيوا السلطة السياسية بيش تتدخل ومش أول مرة الجامعة التونسية يتم فيها تدخل سياسي دونك أنا من هنا نحب نهيسكم لخبار آخر بسيق آخر واللي هو في المغرب وانا فما بشتصير قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي واللي هي قمة الحركات الاجتماعية المضادة للإفمي والبنك مونديا دونك شناش يصير فيها هذي يوسف وشبيب بشي يصير فيها مناهضة للاجتماعات الرسمية وين بشي ندوا بالسياسة اللي يقوموا بيها لإفمي والبنك مونديال ودعمهم لمناذج تنموية ممولة بديون ديون هذي هي تمسم السيادة هي تفقر هي تستغل الطبقة شغيلة واللي يعتبروا لهنه حاجة مهمة برشا اللي الديون هي أداة الاستعمار المالي وأنا من هنا نحب أن نساند رفاقي في المغرب في مراكش بيهي برشا بيهي برشا حسنا فهمتين من عرش فهمتوا كيف يوالي عزيز الإفمي والبنك مونديال بشي عملوا قمة في المغرب ان كنتر قمة معناتها كنتر سومي منظمة ومنظمات وأحزاب وجمعيات بشي عملوا كنتر سومي في المغرب بغاديك في نفس البلاسة البيت الهدف هو الهدف برشا وكلهم هدف مشروعة وثورية منطالبة بيها القوى المتحرة المناهضة للسياسات الإمبريالية اللي تنتهج فيها اللي فمي والبنك مونديال اللي ما عندهم من المونديال ومن الانترنسيونال كان الاسم على خاطر هما اللي جندة متاحة مواضحة ماشية اتهز في دول الشمال نحو مزيد استعبات دول الجنوب ومن بين أهم المطالبة متاحهم هي الغاء دول الجنوب اللي هي قاعدة تساهم كما حكيت صفاته ويكا في مزيد تفقير وانتي هيك سيادة وتجويع دول الجنوب بالديون بتبيع أكيد بالديون اللي في مي والبنك مونديال هما تخلقوا بشعة يوديو أما الديون هذيك شنية الملئات اللي جي معها مام إنيسياتيف مهمة جو پانس بانسور وي والنوع من المقاومة ذي يا عزي بالضبط من المقاومة للمقاومة نمشي والأخبار روح داخر اللي هو يعز علينا الناس الكل واللي تقريبا على مجمع مهتم به اللي هو طفان الأقصى قمنا نهارة سبت ستة متاع السباح نسمى وفي حاجة اسمها طفان الأقصى الجيل متاعنا حاج برشة نستلجي فيما يتعلق بالطفان الفلسطيني ضد الغصب السهيوني دون قلنا نهيرين ثلاثة وتو الموجة تخمض على روحك العادة بحكم احنا جيل مأيس نوعا ما لكن المرة هذه صوت الحق مازالا مواصل واليومين هذا رفاقنا وإخواننا في فلسطين مزالوا قاعدين يسختوا على العدو بحرا أرضا وجوا الأخبار هذه خلاني نكون فخور على الأقل على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو المقاومة المسلحة كيفاش اشتدت وكيفاش قاعدة تضرب بكل ربطة جأش فيه عدو ورقيا أقوى منها الفخر الثاني هو بولد بلادنا الزواري اللي هو مصمم صواريخ أبابيلة لقاعدة المقاومة الفلسطينية تستعمل فيهم في ضرب الكيانة الصهيوني والفخر الثالث ما نجمش ما نذكروش اللي هو الموقف متاع الدولة متاعي تونس اللي كان كما قلوا بلغتنا جوش على العباد لكل في الساحة الدولية وما خليش حتى تجم تركينا تضرب فيها فالموقف هذا من أهم مجافيه أنه فلسطين كلهم لا يتجزى وأنه الفلسطينيين من حقهم يطالبوا بكل شبر في الأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية لا مساومة فيها نهارة الثنين زادة كيف كيف صار اجتماع مجلس الأمن القومي من اجتماع فيه رئيس جمهورية بكيف الأطراف المداخلة من وزارة الشهون اجتماعية وزارة الصحة وغيرها واللي أعلنوا فيها أن تونس قادرة تقدم المساعدات لفلسطين وغيرها في إطار المواقف المشرفة هو رأي جزة تصليحة صغيرة عزيز اللي هو جلسة عمل على فلسطين ماهيش اجتماع جلسة عمل بلوف وريرة ديت كل شي قومي بجلسة العمل هذه نثمنها كيف نثمن المواقف الدولية المشرفة والمشرفة جدا اللي نرجو وخرجت من دول الجنوب كما دول أمريكا اللاتينية على عكس المواقف الأوروبية اللي هي مناهظة للنازية ولكنها دعمة للصهيونية موقف الأمريكا اللاتينية ديما كان نفسه رأي عمره لتبادل عبر التاريخ فم برشة مواقف أخرى جلسة عمره فم برشة مواقف وفم مواقف ظالمة نحكي بالأساس على الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا كندا بريتانيا وغيرهم اللي اعتبروا انه العملية العسكرية هذه هي عمليات إرهابية معني العملية اللي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية هي بالأساس عمليات إرهابية زدنا نجو دول عربية أخرى تدعو إلى ضبط النفس والحوار صليوا عني بي هنا بالحق معنيها نشوفوا التنيقذ الكبير على قل متاع الدول الغربية اللي دي ما تدعينا إلى احترام حقوق الإنسان واللي في الحرب الأوكرانية الروسية اعتبرت اللي ساير على أوكرانيا هو حرب معنيها جرائم حرب وتعتبر اللي اللي تعمل فيه المقاومة الفلسطينية هو إرهاب هذا ما هوش إرهاب الإرهاب الحقيقي هو اللي تمارس فيه الدول هذه في سرقة الثروات متاع الدول الأفريقية هذا هو الإرهاب الحقيقي الإرهاب الحقيقي هو التدخل في الشؤون الخارجية للدول هذا الإرهاب والإرهاب الحقيقي زيدا هو العنصرية اللي مرسوها الدول هذه على المهاجرين هذا الإرهاب الحقيقي وفاما مواقف متاع الدول العزيز وجهين واللبنيت فاما مواقف متاع دول تتنيقذ برشا مع مواقف الشعوب متاحرة لأنه فاما برشا شعوب ما هيش معاش ناقلت والكوميونيكالي تهبتوا الدولة صرتو في أوروبا حتى المروق زيدا فاما في المغرب زيدا شوفنا في الستادات كيفاش يهزوا في درابو فلسطين يقولوا راو ذا هي المقاومة وكل شيء فاما برشا تنيقذ فاما زيدا دي سيتيواشيون بوليتيك اللي مرينا همش مثلا نحكيوا على الإكستريم غوش تع فرنسا جون لوك ميلانشان والكوميونيكي اللي هبطتوا متاع الإكستريم غوش تع فرنسا اللي هو فريد منه وعمرها لا صارت معناتها أنه بارتي بوليتيك في فرنسا ياخذ موقف مية بالمية فلسطيني ويقول راهو اللي صار على الفلسطينيين قبل ما يصير على الإسرائيليين دوك سيتيواشيون بوليتيك وجيو بوليتيك تبدلت تغلر حتى في المغرب دايوغ مامسية السلطة السياسية تدعو إلى ضبط النفس شعب المغرب ضد ضد وهبط حتى للشارع وهز العالمات وقعد يندد بشيء اللي صار وهنا خليني أقول إن الجيل الجي من الشباب هما لأوعى بي القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان هكذا علش أغلبية الدول السياسة الشيء والشيء اللي يعمل فيه الجيل الجي شيء آخر معناها هما معا الحقوق الإنسان ومعا القضايا الفلسطينية صافية حكينا على الستاذات في العالم وما دارش في العالم حكيت على القضية الفلسطينية في الوكند لأنه تزامنت نهارة الجمعة وكانت فيه برشة كورة دون كرينا برشة دي رياكسيون بيش نبدأ الساعة باللي كنت تحكي فيه انتي على المغرب والاستادات والهنين نشير الرجاء البيضاوي وكيفيش تنيقض الجمهور متاحة مع موقف الدولة من جلس من ثمن انا تنجي رياضي التونس نجلس من ثمنش المواقف الرسمية والغير الرسمية اللي صارت في تونس بالنسبة للغير الرسمية اللي صار في الفيراج متاع الترجي كيف محيط قرقنا الكل هم عبروا على القضية الفلسطينية بالنسبة للمواقف الرسمية عنا موقف ولا بلاغ وزارة التربية وين شفنا علامات فلسطين تهزت مع علام تونس وكيف كيف ترفع على النشيد الفلسطيني وشفنا الصغيرات حضروا في الوقت وكان حضور مكثف ومشرف جدا وهنين نحكيه وعلى واجبنا تجاه القضية ونقلها من جيل لجيل أمانة للتاريخ بلايك كلمة الأخرى على الستاديت لأنه نحن في تونس عنا عقدة نوعا ما من الستاديت على الوركين عديوا برشا مساجات في الستاد روى الولاد وفامس دابنيت شوفهم في الستاديت موجودين عديوا برشا مساجات مش كان في الدول العربية رو صارت في أثينا صار زيدا كيف كيف دخلها بعالم فلسطين معنات الغريب في هذا الكل أنه في سكوتلندا زيدا معنات القرار والموقف متاح الدولة متاحهم معاكس جدا على اللي صار في مدرج جلاسغو وسيلتيكس معناتها خرجوا علامات فلسطين لأنه هنا استاديت ممكن خنقوله لازم نتصالحوا شوية مع الشباب اللي موجود في استاديت فما كل ما يسر محلها في اللغر قفلت بها صافي أنه من المحبذ أنه تتنقل يعني القضية الفلسطينية والقصة متع القضية الفلسطينية من جيل إلى آخر فالأولياء اللي يتفرجوا فينا هكا واللي يسمعوا فينا ولا حتى الشباب والشابات اللي هما تولوا أولياء فأحكيوا لصغيراتكم هكا بطريقة سليسة هكا بسيطة مبسطة شنية القضية الفلسطينية حتى كيف يكبروا ويقرأوا في التاريخ شنو سار يفهموا أنه هي قضية مشرفة قضية إنسانية رد تاو خلنا نحكيه خاطر نحكيه على رد بشي يكون أقصى برشة فما جديد فما جديد أنه صارت يعني فما رد قاسي جدا خليني نقول من الاتحاد الأوروبي اللي دعا إلى قطع المساعدات الغذائية على فلسطين وكان موقف للرفض من طرف إيرلندا لوكسمبورغ وإسبانيا والدنمارك كان يعني خليني نقول ريكسيون تلمم هشي إنسانية معناك كيفاش إنك تمنع مساعدات إنسانية مساعدات غذائية للناس هدو ما فقط للأجندة السياسية متاعك والمصالح السياسية متاعك كيف كيف ما ننساوش إنه من التداعيات يعني في أنكونتر بارتي نلقاه فيه عدد كبير جدا من الشهداء الله يرحمهم من الفلسطينيين اللي قاعد يتزايد واللي تعمل فيه إسرائيل ما هو إلا إيبادة جماعية تعمل فيها ضد البشر وضد الإنسانية ربي يرحمهم وهذا ما يمنعش الفلسطينيين إنهم يواصلوا في الدفاع عن القضية متاحهم ونحن قاعدين نحكيه وتو قاعدين نصوره روفما برشة موتة وجرحة في فلسطين ربي يرحم مقصف كبير برشة ونحن قاعدين نصوره إن شاء الله ربي يرحم الموتة الكل في فلسطين والفلسطين تعيش حرة إن شاء الله ومستقلة تعديوا للموضوع الرئيسي اليوم دور الفن في الرقيق بالمجتمع مهم على اللقاء الفن الفن فما لا أفيشتها زميلة مهدي بزينا برشة وشوفوها توا تعبر برشة على الموضوع أهمية الفن في حياة الإنسان ناكلوا نشربوا نخرجوا نتفرهدوا كل شيء ما يرهوا الفن المهم على الأخير الموزيكة اللي تسمحها ولا البنتور اللي تشوفها قدامك ولا الفيلم اللي تتفرش فيه بعدين كنتون نحكيوا على قاعة السينما والأرقام خل نبدأ معي جيهان مش نسألك أنت فنين ولا؟ فنين أنا نحب الموزيكة أنا نحب موزيكة طب دع عندك دون هكا يعني لا ما عنديش الدون مش موجود الدون نتفرجوك هاو اكتشف أكيد فنين أكيد أكيد جدا دونك الحق كيف نحكيوا على الفن نلقوا برشة أشكال برشة أنواع معناها من الفن اللي نروا فيه كسسوا في يعني في حياتنا يعني في الموسيقى في الرقص في الرسم في كل شيء وما ننسوش أنه الفن حاجة كانت من تاريخ ظهرت كما تعرف أنه مثلا في ظهور الكتابة الناس باش بدات تتكوميونيكي تعمل في التواصل ما بينات بعضها عن طريقة كالنحوت متاع رسومية يتكب شفهم وبعضهم ويحكيوا باللغة اللي هي فنية بينات بعضهم هو الفن نرى هو موجود في حياة الإنسان كل يوم ننساور كل نعيشه بالفن وننساور حاجة أساسية كما تشرب الماء وتأكل وتدور وتخدم وكل شيء الفن لازم يكون موجود وهذا اللازم نواصلوه لأنه الشعوب الغرب نحن يربيوا صغارهم على هذا من الأولى لما شهي الفن الملتزم وشهي المش ملتزم؟ والفن غير ملتزم هاي غزرت لي غزرت لي صافي غزرت لي صافي غزرت لي صافي أنا لهنين حب نبدأ بما قلت شيكسبير يقول لك أعطيني مسرحاً أعطيك شعباً عظيمة شفت المسرح بصفة خاصة والفن بصفة عامة هو فن ملتزم هذا يرجع لبدايته نجيو هون التراجيديا اللي هي الالتزام نجيو للدفينيسيون بتاع غيستوتش يقول لك محاكاة فعل نبيل دائما يقوموا بها أشخاص يحرك الكاتارسيس كاتارسيس قيزة صحيح اللي هي التطهير التحرر توصل مساج في الأخر فما عبرة في الفن الملتزم وهذا ينلقوه في أنواع الفن الكل في الكوميدي فما كوميدي نواء اللي هي الفن الملتزم توصل مساج في الموسيقى فما نقاو خلق يعبر على قضية يوصل مساج ما نجموش ما نحكيش على الشيخ ليميم ما نجموش ما نحكيش على هادي جالا في قبل في النظام السابق كان يناس محمود درويش والخطاب وكان يوصل أكثر للشعب على خاطر هو صوت الشعب وضمير الأم واضح لكن إما في المقابل صفي فما برشا نيس يقول لك يعني الفن اللي يرتقي بالمجتمعات هو الفن غير ملتزم زيدا مش الملتزم لأنه يكون متواجد يعني بارتو مش بضرورة أنه لازم يحمل قضية معينة باش أنه يرتقي بالإنسان ويكون ملتزم في قضية معينة مثلا البناءات أنك تمشي مثلا تدور في سيدي بوسعي ترى الألوان محليها المعمار هكا عنده طبع خاص تحس الإنسان حتى يغزر ويرتيح المعماري عدا موجود من هو مش ملتزم يعني هو غير ملتزم لكنه يساهم في الرقيب المجتمعات يحسن هكا الضوء العام والجمالية فبرشا نيس يقولوا أنه الفن الغير ملتزم هو اللي يساهم في الرقيب المجتمعات هو أيضا عزيز معنا مفهوم الرقيب دعنا نفسروا ومبسطوا للعبيد بشوي بشوي البناء تحرقوا للدنيا الكل ما تلقى ما تزيد برشا على اللي قالوه أما ما معناه الرقيب المجتمع نحن ديما نقوله كيف يبدأ عجبنا نساين يقوله كل الله يفلان فنان ما معناه؟ معناه عراقي في ذوقه في كومبورط ممتاعه مع العبيد في المانيير كيفاش يتحرك ويتعامل وينتفضه بالضبط ما معناه؟ فنان يعني هو الديناميك مع الموحيط متاعه فالفن يساهم سواء كان ملتزم ولا مش ملتزم فالرقيب الزوق العام هذا يعني مش كما تلقى شعب فنان في ذوقه في البن يمتاعه في لبسته في الطرق اللي يعيش بها الكل كما تلقى شعب ما هوش فنان وما هوش ذوقه راقي كيف كيف الفن أنا الحقيقة نمشي في صالح صفاء أكثر خاطرني أونجاجي الفن على مدى التاريخ راهو كان منطلق الحراك الاجتماعي في برشا بلايس في العالم كان هو الفن يعني الناس تعبر بالجرافيتية احنا شوفنا الساعة تعديد تصوير جماهير نابولي اللي عملوها جرافيتية واتضامنوا بها مع القضية الفلسطينية كيف كيف الغناء برشا عباد عرفت القضايا الحارقة كما قضية فلسطينية من خلال أغاني فايونين واللي سبكوها قبل له قبل ومن أشعار محمود الرويش ومرسيل خليفة ولا سامي تكاد لا تحصى دونك الفن خلاف الدور متاعه في الرقيب بالمجتمع وفي خلق التزام للقضايا العادلة هو كيف كيف يساهم في تفرهيد احنا نقوله دونك إنسان وقت اللي ساعات يقلق ولا يحس بسترس في حياته تلقى يتفرش في فيلم فما الأخر يحب ذي يمشي للقاعات المسرح فمشكون يسمع الغناء بيشي خارج استرس بتاعه دونك الفن عنده عديد الأبعاد دور الترفيه مهم مرة مهم جدا نحنا ساعات تتفرش فيه نعنا رئيس حكومة قال خليفة رهدوهم شوية طريقة أخرى يذيك مش نوع نوع التفرهيد بنا نتطوروش يقصد على الفنان على نفسي ترفيه ترفيه حبي رفع علينا رئيس الحكومة نحاولنا الخبز هذا يحبون نعمل ريجيم نحكيه على الخبز على خاطر مهم مع الآخر نجموش نطلبو من شعب جيعان في كرشو ونقلو لورها والفن صحيح فما حاجات تقابل بعضها معناتها متنجمش عبد يعيش في في انفيرونمون خايب وتقولو كون فنين ومعناتها والتزم بالفن والفن الراقي وكل شيء نحب نعرف دور الدولة في تسخير الثقافة وفي تسخير الفن هو روى بخيفو انو الثقافة هي حق حق لكل مواطن ومواطنة تونسية على قد كما يكلو يشرب لكن استراتيجية متاع الدولة في المجال الفني بش نعطيكم ايكزامبل في تونس عنا كان ستة وستين قاعد سينيما ستة وستين وستة وعشرين منهم موجودين في تونس العاصمة ستة وستين موجودين في العاصمة ستة وعشرين في تونس العاصمة ستة وستين يعني روى نحكيه على معدل متاع 12 مليون نحن 13 مليون فهمة مئة وخمسين ألف تونس يعلى قاعد سينيما واحد وهذا الحقيقة زدا يعكس اللي مركزية الثقافية انو الدولة ما هيش تكرس في اللي مركزية ما هيش قاعدة توصل للجهات الداخلية ما يقعش انشاء قاعدة سينيما قاعدة مصرح موسيقى نوادي ما فهمش حركية ثقافية في الجهات الداخلية بخلاف المبادرات المنظمات تمتع المجتمع المدني زدا نحكيه على حاجة أخرى اللي هي ميزانية وزارة الثقافة اللي هي 0.86% من ميزانية الدولة لسنة 2023 اللي هي 0.86 ميمبا وصلت الواحد بالمئة ما حبوش على واحد صفر فاصل ما حبوش دولة مجمعة صفر فاصل شوية بالكل معناها تخيل انت الفن والثقافة والإبداع مش موجود مش محصوب معناها في تونس وزيدة الأحياء الشعبية اللي حتى في وسط العاصمة في حد ذاتها الأحياء الشعبية ما فهمش ما فهمه حتى شيء في تونس همانيش نحكيه على المناطق الداخلية وحتى كانت وجدت حتى كانت وجدت فهمه اما ناقسين هذه هي الفكرة اللي حبيت نقولها اللي حتى كانت وجدت قاعد سينما وإلا مصرح فإنه الصيانة متاحة تكون حتى أبرسيين حتى على لاكسي لاكسي على لاكسي على المهرجين كارتاج موجه للشعب للشعب الكل وتسكرى بخمسين الف الساعة توصل مية تلف سامحني ثمانين دينار مش كان خمسين دينار حتى اللي يخلص حتى اللي يخلص مين يقدرش انو يشريها خانت عديو الأنجة الإيجابية خانت عاجات إيجابية خانت ذكر اللي يتفرجوا فينا لكل الارتناج متبعثوا لنا مواضيع متع أنشطة إيجابية ونترقوا لهم في بقية البرامج متاع الجيل الجيه اليوم جينا عشان بش نحكيه؟ الحق منيش بعدين برشة على الإبداع والفن في فقرتنا فقرة الأنجة الإيجابية بش نحكيه لكم اليوم علي مبادرة اسمها صوت التلميذ واللي هي تجيه في إطار مشروع يعني كبير برشة اسمه لنلعب بالحقوق الحق في التعليم حكينا على الحقوق دي جاية أميمة دونك المشروع لنلعب بالحقوق الحق في التعليم اللي أطلقوا المركز التونسي المتوسطي بدعم الاتحاد الأوروبي مع وزارة التربية ووزارة المرأة ومنتدى الشباب لثقافة المواطن ومن خلال الجمعية الجمعية الكبيرة جمعية القاسرين لرياضات الجوية والأنشطة الطيبة أطلقت مبادرة صوت التلميذ والهدف منها هو الحد من الانقطاع المباكر عن الدراسة وإنقاذ الشباب أضموا الصغيرات من التطرف والتطرف العنيف اللي بخوجة يمس خمسة ولايات يمس المناطق الريفية والحدودية والولايات هما القاسرين وقافصة سليينة جندوبة وبنزرت والفكرة من صوت التلميذ هو إنشاء إذاعات مواطنية صغيرة دي راديوويب في المدارس في الجهات هذية باش الصغيرات هما اللي يعمل بخوديكسيون طع برامج يحكيوا فيها بصوتهم هما بأفكارهم هما على مواضيع اتهمهم هما كصغيرات في الجهات هذية يحكيوا على القطاع المباكر عن الدراسة عن العنف على نبذ العنف في يسر مبادرة محلها مبادرة محلها نشكر فقط شخص اللي هو المنصق بتاع المشروع اللي أعطانا للتفاصيل هذية اللي هو سيباسم الصالحي فشكراً يعطي الصحة ومبادرة مزينا برش أعطيك صحة جهير شكراً 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 شباب مشروع صنية على الرأي الجيل الجي لتفرجوا فيه نهارت لحد الجي ربع ساعة قبل زعمة وربع ساعة بعد زعمة شكراً الجمهور اللي تبعنا اليوم شكراً كل الفريق اللي هنا في ايد بروديكسيون وشكراً لكم انتو ما تعيش فلسطين حرة مستقلاً تقابلوا الحلقة الجي باي 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 اشتركوا في القناة